لا متخصص لا متخصص لا 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 شغلة ثانية لا شغلة ثانية وبعد الفكرة يعني سبحان الله الناقة نفسها لها طبيعة يعني أنا حتى الأخوان في المصنع الإمارات اللي كامليشيز زرتهم وقعدنا وياهم أنك أنت تعال وتحول الناقة إلى يعني أنك مدرة للحليب وتعطيك الحليب وكذا تحتاج إلى ترويض وتمهيد وكباب تجاري أعرفت كيف؟ كمية وكذلك سبحان الله الناقة لها طبيعة غير عن البقارة البقارة تقدر الحريب تلقائيا هذه لا لها طبيعتها وأخواننا يعني أهل بداوين كان أكثر خبرة في ذلك طيب حين مخرج قلت لا يوجد داعي تروح منها وعندما كان في خاطر سيطلع عن نفسي بنيب لك بعد شوي المتجاهدة هذه كلمني عادة عادة قبل كامل تشينو وشو جربته بعد من تجارب؟ جربنا دخلنا دخلنا لك على عمرك من لحم الابل التقليدي الماشي في العادة هنا وهو الذباح والعيش والرز وكذا فإنه قدمنا السلامي وهو المرتدلة باللحوم الإبل عملنا السجق أو الهوت دوك اللي نسميه نحن أيضاً باللحم هذا هوت كامل هذا هذا مرتدلة لا هذا ولهذاك السجق أو كذا يا أخي فكارك درية بالطابع عصري عبد الله قدمناه بالطابع عصري يعني الأجانب كثيرين اليوم يترودون عندي في المقهى والمطرد بشكل عام مرتدلة ليس أكل إماراتي أكلهم هم الأجانب لكن لحم الإبل بشكل عام متعودين عليه نحن أهل الخليج بشكل عام والوطن العربي الأجانب متعودين على أكل حيوان صحراوي فبالتالي قدمت أنا في منتج عصري حاولت أطلع من التقليد حاولت أن أروج هذا المنتج الوطني بثوب عصري هذه كانت الفكرة الرئيسية في المشروع وصار أيضا على إقبال جميل جميل جدا اليوم المرتدلة يعني انتقال من الكوفي والمشروبات إلى أطعمها نعم الموضوع محتاج تجهيز آخر وصار والتعليب وغيرها ملاحظ هذه كيف؟ أهل طالع ما نشوف نحن نشتري اللحم لحم الإبل ونعالجه في مطابقنا أن نقدمها بمنتج التي هي المرتدلة طبعا من خواص لحم الإبل لها كثافة لها أنسجة متناجزة مع بعض عضل يعتبر نحن نختار من جزء معين من جسم الإبل وندخل عقب في مراحل من التحضير لنطلعها مرتدلة أو نطلعها هوت دوك تعرف أخي جاسم يعني أنت الحديث أن كونك تسوي شيء جديد فأنت قاعد تتحمل الرزق وتتحمل المفاجآت يعني تعرف أول شو الشراءات لديدة لنا ما عندك إخبار قبلك أو خبرة تبني عليها اليوم يعني أنت تجرب بنفسك وتقع في تحديات وتعرف أنك تتجاوزها وهنا الجمال في مشروعك وهنا الروعة في كوفي تقو أن كل شيء سواه بنفسك كل شيء بعد تجربة وثنتين وثلاث إلى أن وصلت لمنتج طبعا هذه الطماطنة لماذا أضعنا المخرج؟ هذا طماطنة هولندي لا يخصها في الكمر لا لا من رأس خيمة لا 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 لدينا من رأس خيمة مع طماطنة موجود؟ طماطنة موجود؟ أنا بديك رأس خيمة نعم طالعا لا يلطورنا الحمد لله لا بالعكس هذا هولندي خالي هذا هولندي؟ لا يجب أن أسأل الشيف أنا أحاول أن أروج أين أروجك؟ كارفور ما أرد عليك؟ دولواسية لا هذا طماطنة هولندي صدقني أنا صح أني لا أفهم الخطرة لكن من شكل يعني؟ لكن لا والله طماطنة أي تشلح مثلنا يعني؟ لا 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 عموما يعني بس أنت اليوم لديك خبرة في الفندقة وفي غذاء عشان شيء الاستعانة فيك في كل جوالب الأطعمة والضيافة أيضا مهمة الدراسة هذه فاتتك في موضوع التقديم لأنه ليس المنتج الجيد فقط الذي يفرض نفسه طريقة التقديم طريقة تعليب تغليف يعني تحضيره تلعب الدور تدخل في المراحل هذه صد جاسب؟ أنا من المراحل من البداية للنهاية بالعكس أنا اللي ممكن يعني فضل الله أنت مزعج أكيد عن أنها تخصصك؟ لا 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 بالعكس أنا أعطي الشيف يبدع لكن أنا أعطيه الطابع اللي أريده وأعرف المنتج كيف ممكن يتقبلها الذوق الإماراتي كيف الذوق الإماراتي ممكن يتقبل المرتدلة ويتقبل الهوت دوك ويتقبل الكابيشينو أعرف الذوق اللي يحتاجه فأبتدي وياه من البداية أشرح لك كيف الطاقة اللي أريد أن أقدمها لأنني لي خبرة في هذا المجال وخبرة عملية احتكيت فيها دراسة واحتكيت فيها كذلك متذوق في النهاية أنت تذهب في هذا وكيف سافر كثيرا فصار عندك خبرة الحمد لله الحمد لله صارت عندي خبرة ففي النهاية الأمر لا أقدم أي منتج إلا بعد أني أنا أدرسها وتذوقها وأعرف أن هذا منتج صح يليق بالذوق الخليجي الفراند كل اسمها التوغو؟ كافي توغو يعني سواء كان اللحوم المتدلة شوف أو أنت لا تسوقها في منافذ المبيعات هذه مرحلة أخرى مرحلة أخرى حالياً المنتجات هذه حصرية موجودة عندنا في فروعنا في كافي توغو ولكن سوينا أيضاً رسم حركي أو رمز حركي للنوق تسميناها كاميلوس كاميلوس باللغة الإسبانية يعني الجمل هذا يعتبر عن اسم حركي رمز حركي كارتوني فكاهي للمنتجات النوق سواء كان من حليب أو كان من منتجات لحوم الإبل هذا كرمز حركي لكن السلسلة كلها اسمها كافي توغو نتوقع يوم الأيام أن نذهب إلى الجمعية أو السب ماركت و نأخذ مثلاً مرتدلة بمشيئة الله هذه مرحلة ثانية جميلة جداً لأنه من الحق رباط اليوت أيضاً أن يجربونها طريقتهم في التحضير ليش لا بالعكس الله يوفدك ما شاء الله عليك أنا كثير سعيد فيك سر جاسب يعني جد أنت رجل مبدع و الله يوفدك لأنه منتج سمحني إذا ستشوف الكافي كهوة هذه أنت تراهن عليها دائماً أو أتكلم عنها بشيء من ما أقول فخر بس من أنه منتج استحق أن نشوفها القهوة شو تفرق؟ هالقهوة موجودة في المحامس و موجودة في الكافيات لماذا اليوم جاسم بستكي جايب قهوة مغلفة و متابع و شو السر؟ هذا السر هي القهوة الوحيدة التي ممكن تتماشى مع حليب النوك نعم هذه مخلوطة ما بين قلت لك الأربيكا و الروبوستو اللي هي المرارة و الحموضة بنسبة معينة و بدرجة تحميص معينة كذلك اسبانيا؟ اسم اسبانيا أنت سافرت؟ لا أنا عندي مصنع في اسبانيا ما شاء الله أنت باك الرحمة الفكرة أن يد كلها أن ننشأ علامة تجارية كاملة متكاملة ما تفرق بيننا و بين أي علامة أخرى عالمية موجودة ما عاد الفرق واحد العمر هم بدأوا قبل خمسين سنة مئة سنة و بدأت قبل سنة يعني تتوقع أحفادنا بعد عمرنا طويل نعم إذا يروحون كوفي تيغو و يقولون والله قبل ثلاثين سنة شابتنا جاسم باك تكون شيء بعد عمرنا طويل إن شاء الله يعني جد تتوقع أنت عندك هالأمج هذا نعم طالما والله بكل أمانة نعم صدقا و ليش لا يعني أنت ترجع للمقاهي الكبيرة اللي صارت ما قدرت كرسامي حتى ما تعتبر اليوم مادة تجارية لكن وين بدأوا؟ و ليش لا؟ و ليس على الله ببعيد نحن عارف أن هناك بعضهم دكان واحد في أمريكا و يعقب بسرسل و ليش لا؟ و ليش لا نبتدي؟ و ليش ما نبتدي؟ و خاصة من تأسيسك صح؟ يعني مبني على قاعدة علمية بالضبط و ليش عشوائي اليوم أنا عبدالله أقولك حاجة واحدة التحدي الوحيد لأني يواجهني في السوق ثقافة الناس مجرد ما تقول كافيتو قو مثلا الشركة إماراتية ممكن ما يتقبل إليك مجرد ما تقول اكس أو شركة ألف موجودة إياي من كندا ولا جاية من بريطانيا ولا جاية من أمريكا تلقى المراكض عليهم يا عبدالله بشكل لا يتسخيل لأني يقولك هذا إياي من برّع طيب شو اللي يفرق بيني وبيني؟ نعم أنا أقولك هذا التحدي تواجهي تحدي ثقافة الناس هذه العلامة إياي من كندا ولا إياي من كندا هذا إقبال عليها بس دعني نكون صريحة نخفضت شوية هي تحتاج وقت لا يا أختي نحنا بنا نخدم إن شاء الله يسلم ما في داعي هذا هذا جبنة هذا جبنة تخلي الجماعة يخدموا علينا نحن تخدموا عليهم ضيوفكم في عندنا قوانين نحن نحن عندنا الزبون يطلع مرتاح وراضي يعني؟ لا نحن بنغير قوانينك اليوم نحن بنضيفك ونحن نخدموا عليك هذا جبنة حليب النوك نحن عليك نعم حلومي بس بحليب النوك ممكن نشوفها على الكاميرا أستاذ رايد الآن ممكن تطلع عندهم جاد أجبان نعم طلعوا هذه الأجبان عندنا ممتاز جدا نعم وشو تفرق الأجبان عن غيرها من الأجبان فيها من الوحة فيها من الوحة ولكن قدمناها بشكل أيضا يعني سندويج أو نعم إذائيا نعم بالضبط إذائيا تكون حتى فيها فائدة أكبر سبحان الله رسول الله عليه وسلم وقال يعني في أبوالها وألبانها فائدة ومنافع بما معنى الحديث يعني فالفائدة في النهاقة وفي الجمل من وبرها لإن لحمها هذا التجيبس خاص فينا لا هذا التجيبس خاص فينا بلس تغليفكم يعني التغليف نعم هذا خاص فينا هذا التجيبس نقدمه يعني من نوع ببعا ما في التجيبس من النوك لا ما في طلبت بس في الياري تغليف الشركة نعم نعم هذا ناكل بعد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أنا اليوم يعني الله يعني بيقطعونا في التويتر أدري لا يسامحونا للمشاهدي عطنا لون قليلا خليكم واخرج ما يشفنا ناكل شيء حتى تزوم حتى تغطيت هذا جديد وغريب شوي يعني تجبني جديد نعم أنت أنك هنا تجيب بحبة بحبة البركة ما شاء الله عليكم دويق سجاس ما شاء الله عليك دويق وقل لي عن أفق هذا المشروع وكيف تعاون مع الشباب المواطنين هل ممكن أن نعم وهذه الفكرة الرئيسية عندي أنا هذا الأحمد سلامي هذا الأحمد سلامي ها تضع على عبدالله خليم عبدالله يأكل ومشبعة يشير البيت لا أي بيتي يصير البيت اليوم أنا أصير الفندق اليوم لا أشير البيت قاعدة أشوف يعني الدعيال بعد تقولون متعاش برنان ما يصدقونك بغيت كل الحمت هذه بروحها أحسن حتى تتذوقها صح عشيب شوف شوف الخفيف الجمن خفيف نعم واللحم حتى اللحم شوفه خفيف حسبه خفيف وفي العادة أنت لو تلاحظ اللحم القبل شوية قاسي وناشف نحن نحضره بطريقة ما أن تكون طرية صوفت جميلة طيب قولي عن الموضوع والشباب نعم 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 قلنا ليش نعطي مجال للشباب لن يمتلكون هذه العلامة التجارية وهذه الفكرة بدأت من الأساس فنحن بدأنا بطرح هذه العلامة الامتياز لأي شاب إماراتي أو حتى غير إماراتي بلرأس المال الذي عنده نعم ظنان أمراج يعني اليوم أنا مستعد يأتي أي شاب يقول لي أنا أحتاج إلى علامة الامتياز هناك محل ونفترض مساحته ثلاثة بثلاثة ثلاثة بثلاثة شركات العالمية تجد ستاندر أزاك الله خير أنا عندي ستاندر معين ولكن لدي مرونة في المنح عندك مساحة صغيرة حاضر تفضل عندك رأسمال محدود حاضر تفضل لا تنس لأنني في البداية عانيت عانيت وحسيت الشروط الصعبة التي تواجه اليوم الشاب الإماراتي و لا تنس اليوم في نهاية الأمر حكومتنا الرشيدة تحفز على رغادة الأعمال خلال السنوات المقبلة لا بد أن نحن كشباب والخريج ينظر إلى أن يدخل و ينخلط في أعمال التجارية فأنا قلت تعال أي شاب مستعد أنا أعطيك لو عندك مساحة ثنينة بثنينة عندك تحت بناية عندك في الجامعة تعالي أخي لا تخاف عن البراند مالك أن يبدأ لا طبعاً يكون هناك معايير معينة نشرف عليها لك لم أقيد أنا في مساحة ضخمة أبشرط عليها والله لازم تكون مساحة مثلاً ألف متر أو ألف قدم لا هذا صفحة كم في الفيسبوك نعم وهذا رغم الهاتف نعم هذا رغم الهاتف نعم تسعة تسعة خمسة خمسة ممكن فاصلون و يرون الشباب بفرصة لأن فعلاً الفرصة حلوة و أنت تحلو بالضبط و يعني يسع عليهم موايد يعني أن قصد الشاب يأسس الكوفي الشاب الخاص فيه بالضبط يتصع ليها مسافة كبيرة لأنه عندك خبرة و شاب مواطن يعني ممكن توجه تعطيه الخبرة و تعطونه الدعم و ينطلق إن شاء الله بكل ثقة نحو نجاحها إن شاء الله طيب وين فروعكم الآن في ببيا؟ نحن حالياً موجودين في المروج روتانا خلف شارع شيخ زايد و عندنا في شارع شيخ زايد كذلك و عندنا العرب المتنقلة موجودة في الفعاليات و كذلك عندنا في القرية العالمية و حالياً عندنا فرعين نتفاوض عليها و تفت في الترتبات النهائية و نفتتح إن شاء الله تعالى و عطينا منح امتياز لأحد من الشباب في أبوظبي و منحنا امتياز لأحد المستثمين في ليبيا م شاء الله نعنطل عمرك فضل الله سبحانه و تعالى و في قطر وقعنا اتفاقية مع أيضاً مستثمى القطري يدخل العلامة في قطر و طموحنا يعني نتوسع و نعطي المجال للكل إن شاء الله الآتي أجمل إن شاء الله كثير سعيد بلي شفته و أنا ما جامل يعني منتج جميل و أصلاً التجربة ممتعة أنك تروح مثلاً مع أصدقاء تقول يوم خلنا نجرب شيء ديد كابتشينو من يعني نياد شينو كامل شينو و بس هذا تشربه و دكتول ترى طيب سامحنا صدعتم على الكسور لا بالعكس أنت سامحنا يعني أنت مفضح أن أكرمك أنت أكرمتنا لا بالعكس ما مقدرك لو ذبيح ما عشتك الله يعزك الله يعزك يخليك أبرك الساعات والتوفيج إن شاء الله وللأمام دائماً و دعنا نجربك دائماً نسمع كرثتك حلوة و حديثك ممتع إن شاء الله شكراً 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 إنه جميل كوفي و ساندويج و جميل شكراً 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 مستدر جاسم مستدر جاسم بعد أنت مدق على كل شيء إن شاء الله عليك الله يوفدكم إن شاء الله فاصل قصير ثم نواصل حديثنا و ننتقل من فن الطعام إلى الفن التشكيلي أبقوا معنا في مساء الوصل